خفض تمثيل الوفاق الدبلوماسي في الجامعة العربية وتحفظ على بندين في البيان الأمم المتحدة للسيسي آخر ما تحتاج ليبيا هو المزيد من القتال على أراضيها وواشنطن تعرض مشروع تمديد حضر الأسلحة على إيران مشاهدين من عنواني هذه النشرة إلى تفاصيلها أهلا وسهلا بكم كل المؤشرات تدل على أن الأمور لم تصلح بين حكومة الوفاق وجامعة الدول العربية فاحتجاجا على الاجتماع الذي عقدته الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم لبحث الملف الليبية قررت حكومة الوفاق تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في الجامعة وقد شاركت اليوم على مستوى المندبية وليس على مستوى الوزري مع تحفظها على مادتين في البيان الختمية يأتي ذلك بعد رفض حكومة الوفاق دعوة مصر عقد هذا الاجتماع الطارئ بسبب عدم التشاور معها مسبقا واليوم ذكر مندوب ليبيا في اجتماع الجامعة أنه على من يتقدم بمبادرات للسلام أن يكون على مسافة واحدة من الجميع في ليبيا في إطار التحركات الدبلوماسية النشطة جاء اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الملف الليبي وإمكانية إنهاء الصراع الدائر والوصول لحوار شامل لقد تابعنا بقدر بالغ من القلق والاستنكار التدويل المتزايد المرفوض للأزمة الليبية مع تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع وهو ما جعل من ليبيا مصرحا آخر وللأسف بامتياز في هذا الصياق أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رفض أي مخططات لتقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ كما دان جامعة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية ورفض الجامعة المطلق لأي حلول عسكرية للوضع الليبي منذب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي قال إنه يجب على من يتقدم بمبادرات للسلام أن يكون على مسافة واحدة من الجميع في ليبيا وأوضح أن هناك دولا دعمت المشير خليفة حفتر وهي تدعو إلى الحوار بعدما كانت تعرقل جهود السلام وتجهد مساعي وقف إطلاق النار البيان الختمي لاجتماع اليوم أكد على وحدة أراضي ليبيا وعلى دور المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي ومخرجات مختلف المصارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين كما توقف البيان عند الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنصيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية كما شددت على ضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها إضافة إلى التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق خفض مستوى تمثيلها في اجتماع الجامعة العربية منتقدة مواصفته بالزواجية المعايير المعمول بها وكانت حكومة الوفاق أعلنت يوم الجمعة الماضي رفضها دعوة مصر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة مشيرة إلى أنه لم يتم التشاور معها مسبقة القتال هو آخر ما تحتاجه ليبيا هكذا بدأت الأمم المتحدة ردها على تلميح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا وضعت الأطراف الليبية والإقليمية كافة إلى التهديئة ومنع التصعيد جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الذي أشار إلى أن الأمم المتحدة تراقب تطورات عن كثب وآخر شيء تحتاجه ليبيا هو نقل مزيد من السلاح ومن المرتزقة والقتال على أراضيها مصر من جهتها تعلن أنها لن تسمح بوقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة الميليشيات وإنها مهتمة بإنجاح مسارة مؤتمر برلين فضلا عن مسار خمسة زائد خمسة كما قال وزير خارجيتها سامح شكري لا تزال مصر تصر على موقفها حول الوضع في ليبيا حيث أكد وزير خارجيتها سامح شكري إنه لن يتم السماح بوقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية بحسب قوله مشيرا إلى أن نقل المرتزقة والإرهابيين يزعزع استقرار ليبيا شكري أكد اهتمام بلاده بإنجاح جميع مسارات مؤتمر برلين السياسية والاقتصادية فضلا عن مسار خمسة زائد خمسة الذي يضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافقة عليها مشددا على دعم القاهرة هذا المسار بالتنصيق مع جهود الأمم المتحدة شكري قال إن مصر داءبت على التحديل من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا مشددا على أنها لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه وستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع وقع ليبيا وشعبها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لمنع حدوث ذلك ينضم معنا من القاهرة مدير وحدة العلاقات الدولية في مركز سلمان زايد الدكتور إبراهيم مطر أهلا وسهلا بك سيد مطر مبدئيا دعنا نتحدث عن ممدى قدرة القاهرة اليوم للملمة الوضع الليبي سياسيا كما ذكر وزير خارجيتها في نفس الوقت تقول بأنها ستتدخل عسكرية في ليبيا أولا أنا بك أستاذ العزيز وبالسابة المشاهدي أولا وزير خارجية المصري هو ممثل الدبلوماسي لمصري في كافة أنحاء العالم أولا إذا تحدث عن الوضع في ليبيا فإن ليبيا الآن تمر بممعطف خطير جدا قم قال الدكتور أحمد أبوغيت أمين عن جامعة الدول العربية تزجع بها المرتضقة والميليشيات من جانب حكومة الوساق الليبي وما رأيناه اليوم في الاجتماع جامعة الدول العربية نجد أن قرارات وزير الخارجية تجد حكمة وقبولة عند كثير من الدول العربية لكنها لا تجد قبولة لدى الأطراف الليبي المتصارعة أو أحد الأطراف الليبي المتصارعة وهو أساس القبولة وأساس العملية السلسية والحل السياسي اليوم حكومة الوفاق اليوم رفضت حتى التواجد في هذا الاجتماع وهذه القمة مبررة تلك بأنه من المفترض أن يكون لها علم مسبق بهذا الاجتماع اليوم هل يمكن أعود لسؤالي هل يمكن لمصر أن تحددنا العملية السياسية في الوقت الذي تهدد فيه بالدخول عسكرياً لإعتبارها أن السرط والجفرة خط أحمر؟ أولاً أولاً مصر تهدد بالدخول العسكري لا يسمى الدخول عسكرياً وإنما دفاع وردع عن حدودها مع ليبيا وسأشهد أن هناك بعض القواعد العسكرية التي تم مقلها على الحدود المصرية لمنع دخول الإرهابيين والمرتزقة من قبل حكومة الوفاق الليبية وهي حكومة وليس دولة ولكن إذا تحدثنا عن القاعدة في جامعة الدول العربية فقد أطفي عليه شرعية مزيفة من بعض الدول الإقليمية ودعم لها ولكنها لا تمثل دولة ولا ليس إديها جيش إنما جيشها هو الجيش التركي وأكلحتها أسلاحة تركية وأعتقد نحن في جامعة الدول العربية وليس جامعة الدول العلمانية طيب باعتباراً نتحدث عن الجيش التركي وتحدث عن التدخل التركي مع حكومة الوفاق بينما هناك أيضاً تدخلات مع الجهة المقابلة وهي الحكومة المؤقتة أو الجيش الوطني الليبي من أطراف أخرى ومن بلدان أخرى دعنا نتحدث عن المواجهة العسكرية هل من الممكن أن تحدث أو أن يكون هناك مواجهة عسكرية مصرية تركية في المحيط الليبي أو نقول داخل ليبيا أولاً المواجهة العسكرية داخل ليبيا مستبعدة ولكنها هي آخر آخر الحلول من الجانب المصري نعم إذن هو حل مقترح يعني أو هو احتمال موجود من الجانب المصري أن يكون هناك أولاً ولكنه آخر حل آخر حلة الحلول ولكنه حل مستلعظ في الوقت الحالي لأن تركيا في الوقت الحالي تريد استدراج مصر لحرب شوارع مع الميليشيات وليس جيشي وحارب جيش أما إذا تركيا كانت تحارب كدولة وليس تظهر مع رئيس المايونيس في ليبيا وهي حكومة الوطاق ورئيس هذه الحطوة في هذا التراج من أصولاً تركية وليس لديه علاقة بالدولة الليبية فأن تدخل كجيش وليس كميليشيات مسلحة ومرتزقة من عدة دول مثل سوريا والعراق وتم تدريبهم بشكل معين السيد إبراهيم مطر من القاهرة مدير وحدة العلاقات الدولية في مركز سلمان زايد شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات ميدانية نكدت مصادر متطابقة لبوابة الوسط أن قصفاً صاروخياً استهدف اليوم مداخل مدينة سيرت وطال مناطق البخارية والظهير وجارف وتقع المحطة البخارية في منطقة الكبيبة على بعد ثلاثين كيلو متراً غرب مدينة السيرت أعلن المفوض في وزارة الداخلية فتح بشاغة أن المجتمعين في زوار التفقوا على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية غير المشروعة ودعم سيادة ليبيا بعد اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فايزا السراج مع قائد أفريكم الجنرال ستيفن تاونسند في حضور سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلند والمفوض في وزارة الداخلية فتح بشاغة أعلن الأخير أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية غير الشرعية ودعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية كما تم الاتفاق وبحسب ما أعلن بشاغة على العمل على تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون كونها من أسباب عدم الاستقرار ودعم جهود حكومة الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا إشارة إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي كان قد أشار في بيان أمس إلى أن الجانبين الليبي والأمريكي استعرض آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا في هذا الوقت واصل بريس التصعيد ضد أنقرة من خلال المواقف التي أطلقها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون متهما تركيا بممارسة لعبة خطيرة تتعارض مع كل ما وافقت عليه في المحادثات الدولية اتهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تركيا بالإخلال بالتزاماتها التي تعهدت بها في المحادثات الدولية بشأن ليبيا بما فيها مؤتمر برلين ماكرون الذي وجه أصابع الاتهام إلى تركيا بسبب دعمها حكومة الوفاق في طرابلوس قال إن تركيا تمارس لعبة خطيرة تشكل تهديداً مباشراً للمنطقة وأوروبا وفق رويترس ماكرون تطرق أيضاً إلى الملف الليبي مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ذاره في قصر الإليزي حيث اتفق الرئيسان على وجوب وقف النزاع في ليبيا والدفع نحو إيجاد حل لبي لبي من دون أي تدخل أجنبي وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية وفي السياق ذاته بحث ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً في تطورات الأزمة الليبية وأكدا على ضرورة وقف إطلاق النار وسناف المفاوضات بين الأطراف الليبية في أسرع وقت ممكن إشارة أخيراً إلى أنه عقب الحادث البحري بين فرقات فرنسية من عداد عملية إيرين الأوروبية في المتوسط وأثناء محاولتها تفتيش سفينة شحن اشتبهت في نقلها أسلحة إلى ليبيا اعتبر ماكرون أن موقف الناتو الذي يحقق في هذا الحادث العسكري يشكل أحد أبرز الإثباتات على الموت السريري للحلف مشاهدين معنا من بريس الباحثة في العلومة السياسية في جامعة السربون كاترين جابر أهلاً وسهلاً بك سهلاً كاترين دعنا نتحدث مبدئياً عن قصد الرئيس الفرنسي ماكرون على موقفه الذي قال بأنه سيكون بغاية القصوى ضد تركيا أهلاً بك بالطبع التصريحات الآن أصبحت أوضح من الماضي وصلت إلى درجات عالية من مواجهة تركيا التحركات التركية بالطبع في ليبيا أو في المتوسط بشكل عام أو باتجاه حتى دول أوروبية أصبحت غير مقبولة وبالتالي الطرف الفرنسي يتخذ الصدارة في مواجهة هذه التحركات التركية طيب يعني ماذا يقصد اليوم بأن الرد سيكون بغاية القصوى هل يتحدث عن تدخل عسكري؟ هل يتحدث عن تهديد دبلوماسي؟ ماذا يقصد بالتحديد اليوم سيد الرئيس الفرنسي على التدخل التركي؟ يعني بطبيعة الحل العسكري مستبع دور كل التحركات العسكرية من كل الجهات حتى هناك الطرف المصري الذي توعد بذلك حال تخطط تركيا الخطوط الحمر فرنسا نعم من المستبع بناها تتحرك عسكريا ولكن هناك العديد من الأوراق التي يمكن أن تلعبها فرنسا وقد تمثل بالفعل مضايقة كبيرة بالنسبة لتركيا خصوصا بأن هناك بالفعل حل في يتشكل في مواجهة تركيا إقليمي بالشراكة مع فرنسا يعني رأينا حتى أن تصفحات السعودية الإماراتية البحرينية كلها إلى جانب المصري والطرف الأوروبي طبعا المتمثل في فرنسا وبالتالي كل هؤلاء باستطاعتهم بالفعل المودي كدما والضغط على تركيا حتى تتراجع عن كل هذه التحركات طيب أنت استبعت تدخل الفرنسي عسكريا ولكن فرنسا في السابق تدخلت قبل هذا عسكريا وأيضا من دون أخذ حلف الناتو أو حلف شمال الأطلسي في تدخلها عسكريا اليوم هل من الممكن أن تعيد هذه الكرة دفاعا عن التدخلات الخارجية في ليبيا يعني اليوم الاستبعاد إلا أن التاريخ الفرنسي يشهد تدخل هو بطبيعة الحال كانت هناك تحركات عسكرية ولذلك أنا من ضمن القلائل الذين يقولون بأن الحل السياسي هو مستبعد لأن هناك مساعد دبلوماسية ولكن ليس مستحيل ولربما نرى ولكن في المرة صابقة مع تدخل لخلع القاف ذاتي كان هناك على الأقل موافقة بريطانية الولايات المتحدة التي قالت أنا لا أفهم مثلكم أنتم لكم تاريخ استعمالي مع هذه الدول وتعرفون الجغرافية أفضل مني وخرجت من الموضوع كان هناك بطريقة أو بأخرى موافقة من الناتو حتى وإن كانت ليست مباشرة بالتالي اليوم هنا نعتبر بأن الناتو كما يقول ماكرون كل المؤشرات تشير إلى ذلك ولذلك الحديث عن حلف أو تحالف هذه الدول التي بالفعل تريد مواجهة تركيا هو الشبه هام وهو من سيعطي لأي طرف كان الشرعية الدولية للتحرك بالفعل لمواجهة تركيا حتى وإن كانت عسكرية لابد من شرعية من أطراف متعددة لها كلمة ولها فكرة دولية نعم إذن الباحثة في العلوم السياسية في جامعة السربونكات جابر كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك مشاهدين على خط آخر دعا وزير الخارجية الروسي سيرجيلافروف اللاعبين الخارجين إلى فعل كل شيء للمساعدة في تهيئة الظروف لحوار شامل في ليبيا مؤشرا إلى أنه أجرى محادثات مع نظيره المصري سامح شكري والتركي تشويش أغلو مؤشرا إلى أن كلاهما يتفقوا على وجوب اعتراف الجميع بعدم وجود حل عسكري والجلوس على طاولة المفاوضات وباحتفظ فقات مقبولة من الجميع اقترح الرئيس التونسي قيس سعيد على الليبيين وضع دستور مؤقت على غرار الدستور الذي وضع في أفغانستان هذه السنة للفترة الانتقالية القادمة في ليبيا بعيدا عن آليات العمل السياسي مشيرا إلى أن الشرعية الدولية في ليبيا شرعية مؤقتة كما شدد على رفض أي تدخل في ليبيا وتقسيمها إذ أن ذلك سيؤدي إلى تقسيم دول أخرى كما جدد رفضه المطلق السمح بإنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس نبقى في تونس حيث اجتمع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكم بوزير الدفاع التونسي عماد الحزقي مباشرة بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فازا سراج وكان وقف إطلاق النار الملف المشترك في المحادثات يذكر أن الحزق استقبل في القاعة الشرفية في مطار العوينة بقائد أفريكم في حضور سافرين الولايات المتحدة لدى تونس وليبيا وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش قال القائم بالأعمال المؤقت لدى العراق أو للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عباس كاظم إنه من الضروري وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بطرق غير شرعية ودعم مثل العراق المجتمع الدولي توحيد جهوده لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلاة في دعم الاستقرار والحوار البنى بين الأطراف الليبية وذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية دعا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي إلى معالجة الأزمة الليبية بالوسائل السلمية وأبدأ أمله إلى تحقيق الاجتماع والتوافق حول كل القضايا المطروحة أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سود عن قلقها من الزيادة الكبيرة في المعدات العسكرية ونوعيتها التي تنشر مؤخرا في ليبيا مؤكدة إنها لن تتردد في توسيع نطاق التحقيق ليشمل أي حالات جديدة من الجرائم لافتة إلى أن اكتشاف 11 مقبرة جماعية في ترهونة قد يشكل دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسان الكورونا والتهريب والهجرة غير الشرعية جعلت السلطات تسير دوريات قرب سد الكفرة القريبة من الحدود السودانية مرسلنا حسن دريس عد هذا التقرير نتابع مع تفشي فيروس كورونا في المناطق المجاورة لمدينة الكفرة وتحديدا في دولة السودان القريبة منها ومع تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين يوميا للمدينة أطلقت قوات سبل السلام والمنطقة العسكرية بالكفرة دوريات صحراوية حول السد الترابي المحاط بالمدينة وبالقرب من الحدود السودانية للحد من عمليات التهريب يقوموا في دوريات حول السد الترابي لتصد العصابات الإجرامية ومهربين البشر والسلعة التموينية والوقود بأنواعي وتصد العصابات الذين يدخلوا في الهجرة غير الشرعية من خارج البلاد إلى المدينة الداخل الآن كتيبة سبل السلام بدأت في إجراءات تسير دوريات حول الأماكن الضعيفة في السد وحتى الأماكن التي قوية في السد لا يوجد لأنها قد يتم ردم أي مكان ثاني الكتيبة الآن تحذر كل من تسوي له نفس التهريب أي حد يضبط خارج السد تم مصادرة العربة أو سيارتها أو كل المواد الذي ينقلها هذا السد الذي تم بناءه عام 2015 بهدف حماية المدنيين ووقف عمليات التهريب إلا أن المهربين تمكنوا مؤخرا من إحداث ثغرات في هذا السد مما أصبح يشكل خطرا يهدد المدينة خصوصا وأن الوباء أصبح قريبا منها حسن الدريس WTV الكفرة مشاهدين أن نتابع نشر بعض فاصل قصير وفيها تصعيد الخلاف والتوتر حول سد النهضة أهلا بكم من جديد بعد الخلاف والتوتر المتصعيدين في الفترة الأخيرة حول سد النهضة أعلنت السودان أن الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة توافقت على 90% من النقاط الخلافية بشأن السد في كلمة خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية اليوم أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين إسماعيل حق أثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية مقابل حق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائية وكان قمر الدين قال في مقابلة مع بي بي سي أن السودان لن يدخل في مواجهة مع إثيوبيا في حال أقدمت على خطوة طمال إخزان السد من دون اتفاق وأضاف أن الخرطوم ستتعامل مع الأمر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار مشيرا إلى أن الخرطوم ترفض أيضا تصعيد القاهرة لقضية سد النهضة ولجوءها إلى مجلس الأمن الدولي تزامنا قتل شخص على الأقل في هجوم إثيوبيا على منطقة القشق الكبرى في ولاية القضارف السودانية ضمن هجمات إثيوبيا على الحدود السودانية جاء ذلك في وقت أعلنت إثيوبيا أنها أحبطت هجمات سيبرانية دبرتها مصر بهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية في إثيوبيا وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبيا فقد جرى ترتيب هجوم سيبراني شديد بعد استعدادات طويلة لتعطيل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات خدمات عامة ومنظمات أمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة التي استهدفها الهجوم وكانت مجموعة من الهاكيرز المصريين كشفت اختراق عدد من المواقع الإثيوبية ردا على ما وصفوه بتعنت الأخيرة في موقفها مع مصر بشأن قضية إنشاء سد النهضة أعلن مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيتر إلتشيف أن واشنطن ركزت إجراءاتها في سوريا على تشجيع الأكراد على الانفصال وذلك بتمويلهم بأموال التجارة غير المشروعة في النفط السورية وقال الوكالة سبوتنك إن الوجود الأجنبي في سوريا يجب أن يتم إما بناء على دعوة من الحكومة السورية أو بقرار من مجلس الأمن الدولية مرة جديدة تواجه إيران مشروع تمديد حضر الأسلحة عنها بناء على مشروع أمريكي لمجلس الأمن الدولية سلمت الولايات المتحدة شركاءها في مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت العام 2019 في السعودية والمنسوبة إلى إيران كما يقترح تمديد الحضر المفروض على الأسلحة لإيران ومن المتوقع أن تؤيد فرنسا وألمانيا وبريطانيا مشروع القرار الأمريكي في الاجتماع نصف السنوي لمجلس الأمن الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري للبحث في موضوع إيران ومن المتوقع أن تعارض روسيا والصين مشروع القرار الأمريكي وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد رفضت رفع الحضر عن إيران لأنه قد يكون له عواقب كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين بحسب البيان المشترك وكانت روسيا والصين قد رفضتا مسبقا أي فكرة لتمديد الحضر ونددتا من جديد أخيرا بانسحاب الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق النووي مع طهران ويرى البعض أن السعي الأمريكي لتمديد الحضر محكوم عليه بالفشل من حيث المبدأ كخطوة أولى قبل أن تحاول عبر الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي تم رفعها بفضل الاتفاق النووي عام 2015 أعلن الرئيس الفينزولي نيكولاس مادورو أنه مستعد للتباحث باحترام مع نظيره الأمريكي دولاند ترامب وسبق أن أعلن ترامب استعداده للقاء أو للقاء مادورو لكنه أوضح أن أي لقاء بينه وبين الرئيس الاشتراكي سيكون له هدف واحد هو التفاوض على شروط تخلي الرئيس الفينزولي عن السلطة مشاهدنا نتابع النشر بعد فاصل قصير وفيها حرائق تهدد الجبل الأخضر وأهله أهلا بكم من جديد تهدد النار لون الجبل الأخضر تسندها ظروف مناخية حارة وضعف إمكانات الدفاع المدنية الخطر لا يهدد الغطاء الأخضر فقط بل أيضا مع صادر رزق المزارعين هي ليست المرة الأولى التي تلتهم فيها هذه النيرة طابات الجبل الأخضر والتي أفحت أثرا بعد عين في أجزاء كبيرة من خمس مواقع متفرقة حيث التهمتها النيران في وقت واحد ساحبته ظروف مناخية حارة فضلا عن إمكانيات منعدمة لجهاز الدفاع المدني سيارة واحدة فقط وبها عطب كان تغطي مساحة كبيرة اتداءا من قصر ليبيا حتى راس التراب وحتى ود الساملوس جنوبا والساحل هناك أسباب الطبيعية التي تتمثل في اتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح الجنوبية الجافة الحارة التي قد تسهم في إشعال هذه الحرائق ومنها ما هو مفتعل أو مباشر عن طريق الإنسان سواء بالقصد أو بغير القصد موسى عمر أحد المزارعين المتضررين من هذه الحادثة والذي استحبنا في جولة داخل مزرعته والأودية المحاذية لها ليضعنا في صورة ما حدث حوادث متشابهة لم يحدد فيها الفاعل تكررت في الأعوام الماضية سحبه إهمال حكومي غير مبرر رغم معينتهم لكل هذه الأضرار التي لحقت بالجبل الأخضر محمد شباح دابلو تيفي البيضاء الملة أو الكتتيب إرث إسلامي عريق اعتدم شيخ الخلوات ومراكز التحفيض الاعتمادها عليه في تحفيض القرآن الكريم للأطفال في مختلف المدن الليبية يوم الملة أو الكتتيب جلسة يملأها ذكر الله عز وجل في هذه الخلوة المتواثعة ليتعلم هؤلاء الصغار طريقة كتابة ونطق كلمات القرآن الكريم بواسطة اللوح والحبر تلك التي لطلما علم بها مشائخ التحفيض على مر الزمان فتبدأ هذه الطريقة عندما يبلغ الطفل السن السابع يأخذ إلى مركز التحفيض ويبدأ بحفظ الحروف الأبجادية ويتولى الشيخ هذه المهمة غالبا وتبدأ بطريقة الرشيمة والرشيمة هو أن يأخذ الشيخ ظهر القلم ويكتبوا الآيات للطالب وتكون في الغالب آيتين أو ثلاثة تلك المعجزة العربية التي تحمل بين الصفحاتها إعجاز رباني عظيم من خط ورسم ومعاني تكسب الطلاب من خلال الدربة والممارسة على اللوح خط خسا إضافة لمعرفة وفية بكيفية رسم أحرف الكلمات القرآنية العظيمة الكتابة على اللوح إرث ثقافي بطابع ديني ينقله قلة من مشائخ تحفيض القرآن الكريم بين الأجيال في بقاع العالم الإسلامي لما له من فوائد وخصائص تعليمية عجز التقدم التقني على مجاباتها محمد جحات WTV مشاهدين الآن إلى الصفحة الاقتصادية مع ميرا مساء الخير ميرا مساء الخير أهلا بكم قالت المؤسسة ليبية للاستثمار أن المحكمة العليا في بريطانيا أصدرت حكما نهائي حول الشرعية لصالح مجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود حسن وذلك بعد رفضها طلب الإذن بالطعن في حكم محكمة الاستئناف وقال محمود في تعليقه على الحكم أن ذلك سيمنح فرصا أكبر للتقدم في إنجاز مشاريع التحول والحوكمة والأخذ بالمؤسسة إلى مصاف الصناديق السيادية الرائدة لمصلحة جميع ليبيين في ظل مجلس إدارة شرعي معترف به من أعلى السلطات القضائية كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن عقدها اجتماع مطول مطلع الأسبوع الجاري بين رئيس الهيئة نعمان الشيخ وأعضاء اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات التابعة لوزارة المالية وبحسب الهيئة فالاجتماع ناقش ثلاثة ملفات رئيسة وهي ازدواجية العمل لموظفي القطاع العام وملف الرقابة على بعض المؤسسات غير الممولة من الجهة العامة إضافة إلى ملف شبهات الفساد التي رصدتها لجنة ترشيد المرتبات أعلنت الشركة الليبية للموانئ فرع ترابلس استمرار ناقلة نقل المحروقات أنوار ليبيا بتفريغ حمولتها وأضافت الشركة في بيانات السفن التي نشرتها وجود السفينة أنوار النصر في منطقة المخطاف الميناء وتحمل على متنها ثلاثة وعشرين ألف طن من البنزين بالإضافة إلى وجود السفينة أنوار إفريقيا محملة بشحنة قدرها خمسة وعشرون ألف طن من البنزين توقع محللون أن يبقي البنك المركزي المصري أسعر الفائدة الرئيسة مستقرة في اجتماعه بعد غد الخميس على الرغم من انخفاض في التدخم في مايو واستمرار الألم الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا وأظهر استطلاع للرأي أجته رويترز مع السبعة عشر محللا أن الجميع ما عدا واحد توقعوا بقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع لجنة المصرف المركزي للسياسة النقدية فيما تكهن المحلل صاحب الرأي المخالف بخفض للفائدة قدرهم مئة نقطة أساس انخفضت أسعار النفط في الوقت الذي كشفت فيه بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأمريكية وهذه هي أسعار المعادن الأخرى تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الدنار الليبي ما بين الانخفاض والارتفاع وماذا عن البورصات العالمية كان هذا كل شيء في أخبارنا الاقتصادية وننتقل الآن إلى التقرير الرياضي أوضح نجم فريق المدينة ولاعب وسط المنتخب الليبي محمد ناصر أن ما يهمه كلاعب عدم ترك فجوة في الطاقم الفني للمنتخب الوطني سواء كان ذلك بالتجديد للمدرب فوز البنزرتي أو أي مدرب آخر وقال في تصريح للدابليو تيفي أن مع خيار التجديد مع البنزرتي كونه الإسم المتاح حاليا لأن الوضع الراهن قد يجعلنا أمام خيارات ضيقة كشف التاقم الفني والإداري للمنتخب الوطني للشباب أنه يتابع تدريبات فريق الكرة عبر تقنية الفيديو كل حسب منطقته في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا للمحافظة على اللياقة البدنية لللاعبين أكدت اللجنة التسييرية للووشو أنها تجهز لتنظيم بطولة مفتوحة في أسلوب الطاولو على أن تقام العروض عن طريق الإنترنت تحت شعار شارك وأنت في البيت كشف الليبي الدولي جلال شاهين أنه ينتظر المشاركة في بطولتين دوليتين للشطرنج عقب استئناف الأنشطة الرياضية ومن المقرر أن يشارك شاهين في بطولة أرينا الدولية للشطرنج الديناميكي في شهر أغسطس المقبل والبطولة الدولية للشطرنج الكلاسيكي في شهر سبتمبر القادم بسكوتلندا مشاهدين الآن إلى صفحة الكاريكاتور ختم النشرة نذكركم بموقعنا الإلكتروني وسط دوت تيفي تنميرتين موسيقى 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 موسيقى